السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحلقة جديدة ان شاء الله تعجبكم بإذن الله بيقول لك يا باشا اقاف مجلس ادارة الزمالك وتفاصيل رسالة مرتضى منصور والخطيب يحذر كولر ولكن يرفض تغريم وفقرة اعرف الصح أستاذنك في ذلك الحلقة ما نساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان ما نساش تشترك في خناة اليوتيوب وتفعل الجارة عشان يوصلك كل جديد وما تنساش تعمل فلور صفحة الفيسبوك طبعا كلنا عارفين ان وزارة الرياضة وايضا اللجنة والألمبية الاتنين يعتبر اقروا بان رئيس نادي الزمالك الأساس مرتضى منصور تم عزله من منصبه كرئيس نادي الزمالك بعد تطبيق عقوبة الحبس لمدة شهر في القضية اللي كانت مرفوعة ضد رئيس نادي الزمالك من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمفروض بيعني هم خدوا القرار ده بلان على البند رقم 41 في اللايحة الاسترشادية سنة 2017 اللي بتنص على ان لو في عقوبة مقيدة للحرية يتم عزل او شط بعضوية الرئيس من رئيس الزمالك يعني من النادي او رئيس النادي من منصبه ويتم عزله يعني ما ينفعش بعد ما يخلص العقوبة يرجع تاني كرئيس للنادي ولكن حتى الان مجلس دارة نادي الزمالك مصر على ان رسول مرتضى منصور مجرد ما يخلص عقوبته هيرجع تاني رئيسا للنادي وعندهم ولاء كبير جدا لرئيس نادي الزمالك ورغم ان يعني احد مسئولي لجنة الانضباط عفوا رغم ان احد مسئولي لجنة الاولمبية طلع وتكلم وقال يا جماعة خلاص كده تم عزل رئيس نادي الزمالك وهم شايفين هما موقفهم القانوني صحيح وزارة الرياضة طلبت بين مجلس الادارة بتاع الزمالك الحالي ان هما ينتخبوا او مش ينتخبوا يعني بالتصويت كده في جلسة ودية يعينوا رئيس منهم رئيس للنادي يعني يسير الاعمال فيما تبقى من فترة قبل الانتخابات اللي برضو مطلوب منهم ان هما حديروا موعد انتخابات علشان الجامعة العمومية انتخابات ده تبقى على مقعدين مقعد رئيس النادي ومقعد نائب رئيس النادي طب ما هو معنى وزارة الرياضة ان هي بتخطبك او اللجنة الاولمبية بتخطبك وبتقول لك حدد موعد للانتخابات على المقعدين الشاغرين اللي هما نائب الرئيس والرئيس معنى كده ان هما مقررين ان هو تم عزل رسول مرضى منصور من رئاس النادي الزمالك طبقا لللاقيحة الاسترشادية والبندو 41 لسنة 2017 ما هو مش هيقول لك اعمل انتخابات على المقعدين دول وهو مش عارف ان خلاص رئيس النادي الزمالك مش راجع تاني مكانه فيبقى ليه احنا مازلنا برضو مركزين مع مصلحة رئيس النادي الزمالك ما يحصل انتخابات حتى الان لم يتم الالتزام بتوصيات واشتراطات وزارة الرياضة والاجنة الانبية حتى الان مازال مجلس زمالك الحالي عمال برضو بيجادل في موضوع رئيس الزمالك يعني رسول مرضى منصور وبيقول لك انه كده كده راجع وزارة الشعاب والرياضة طلبة ومدية مهلة لو لم يتم لو لم يتم الامتثال لتعليمات وزارة الشعاب والرياضة والاشتراطات وزارة الشعاب والرياضة والطلبات وزارة الشعاب والرياضة اعتقد بنسبة كبيرة جدا جدا دي وجهة نظري انا بقولش ان ايقاف مجلس زمالك ده حصل لا لسه ما حصلش انا بقول من وجهة نظري ان لو فضلوا غير ممتثلين اعتقد ان سيتم حل مجلس زمالك نظرا لعدم تطبيقه للمعايير المطلوبة وسيتم تعيين لجنة مؤقت في كلام تاني ان سيتم تعيين رئيس نادي فقط والابقاء على مجلس ادارة الحالي نظرا ان هم منتخبين فمش ينفع ان هم يعني ايه اه يتشالجر لما جامعين العومية توافق اه فممكن يتم تعيين رئيس مجلس زمالك دي جمالك في كلام كتير وناس كتير جدا مطروح اسمائها زي اه استاذ اه عمر الجنيني استاذ خلد عبدالعزيز استاذ اه متحة العدل تقريبا لو انا ناسي استاذ او كابتن حسن شحاتة ناس كتيرة يعني فيه ناس بيقولوا عايزين اعمل لجنة حكماء برضو لنادي الزمالك فانا ما عرفش المفروض الادارة يا جماعة كانت تعيينة رئيس لنادي الزمالك وخلصوا وفضوا بباقيين على مجلس الادارة عشان ده المجلس الادارة منتخب من قبل الجامعات العمومية عشان ما نخش في دمامة اللجان مرة اخرى ولكن اللي بيحصل ده ده مش لمصلحة نادي الزمالك ده يعني ولاء لرئيس نادي الزمالك وانا شايف ان ده خطوة غلط ولكن حتى الان لم يتم ايقاف مجلس الادارة نادي الزمالك ولكن ده توقعات مني فلو قررت الخبر ده ما تصدقوش مفيش حاجة اسمها لسه ما تمش ايقاف مجلس الادارة الزمالك ولا تم حل المجلس خلص ولكن اللي بيتكلم عليه انا ليه بقول ان كمجلس ادارة عنده ولاء الارسول الادارة منتخب من قبل الجامعات العمومية انا ميش دعو بالاسامي انا بش بكلم عن الاسامي ولا اشخاص بعينهم انا باتكلم ان فيه رئيس الادارة كان موجود وخلاص المفروض اللجنة الولمبية او وزارة الرئيالة تقول لك انه اتعزل كمل يا ابني او كمل يا استاذ وهات حد من مجلس ادارة الحالي يكون رئيس للزمالك عشان تفضل زي ما انت مجلس ادارة منتخب وتتنى الانتخابات اللي جاية ما يتمش حل لمجلس الادارة ويتم التعيين عشان لو دخلنا في قصة اللجنة المؤقتة تاني لمجلس النادي الزمالك يتبقى الموضوع وحش جدا جدا فالمفروض اعلاء لمصلحة نادي الزمالك يتم تعيين رئيس حاليا من المجلس اللي موجود لنادي الزمالك والابقاء على الادارة المنتخبة حتى وقتنا هذا يعني تفاصيل رسالة مرسل منصور يمكن احد اعضاء مجلس الادارة النادي الزمالك نقل رسالة رسالة مرسل منصور وقال انه هو يعني بيقول للجمهور تكتفه وخليكه جنب بعض ما خليكه وقفين في ظهر النادي يعني رسالة يعني رسالة اللي هو بيقول للناس خليك ورا النادي مش رسالة مثلا فيها هجوم او فيها حاجة لا خالص كانت رسالة بسيطة جدا انه هو بيقول للناس خليك ورا النادي بيقول للناس وحشتوني وان شاء الله نتقابل قريب او ارجع تاني قريب حاجة زيك كده ورسالة بسيطة يعني فما تصدقش لو حد قالك ان الرسالة دي كانت مش عارف ايه رسالة بسطة جدا والرجل بيتكلم بمنطقة البساطة وما يعني ما جابش سريت حد خالص في الرسالة دي يعني عشان لو شفت اي عنوان بيهو الموضوع ما حصلش اي حاجة في القصة دي خالص يعني الخطيب يحذر كولر ولكن يارفو التغريم وطبعا فيه غضب من كولر في مجلس زارة النادي الاهلي وفي اتجاه ايضا يعني لان يتم تغريم كولر ويمكن كابتال احمد شوبرت رايح يتكلم وكان مدائق ومستائق جدا بقول لك ما ينفعش تغرم كولر انت شفت لما انت غرمت موسماني خلاص الموضوع ده كان القشرة التي قسمت زهر البعير وبعد كده موسماني العلاقة توترت بينه وبين ادارة نادي الاهلي وبعد كده ماشي قال لك فينفعش تغرم كولر لان كولر نقصه حاجة كتير جدا قال لك احنا مدائقين من تصراحات كولر اللي بيقولها والادارة كمان مدائقين ان كل حاجة يحمل اللعيبة يحمل كمان الادارة وقول لك ان انا طلبت مهاجم وما جاليش طلبت صفقات وما جاليش ولكن ما يفعش تغرمه قال لك ولو حتى انت غلص الموضوع قفل خلاص ولازم تغرمه لو غرمته ما يفعش تعلم عن تغريمه امام الاعلام وامام اللعيبة لان مش هينفع يبقى انا واقف كمدير فني قدام اللعيب بقول له بعنفه وبزعق له انت تغرمته ويلعب حكويس حتى انا اغرمك تاني يقول لك انت كمان اتغرمت احنا نتنفل هوا سوا ركبت الخطيب رفض تغريم كولر حتى الان وفيه المفروض جالسة معاه هيحذره او هيقول له ما تجيبش سرط الادارة تاني كشكوى وما تقعدش تكمل اللعيبة كتير كده برضو اكيد انت كمدير فني ليك اخطائك والمديرين الفنيين الكبار دايما بيحملوا نفسهم هما المسئولية شفنا جورديولا شفنا ارتيتا شفنا ارجان كلوب شفنا 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 معظمهم بيحملوا نفسهم هما الاخطاء حتى لو لعبها هلالغلطانة مش بيحمل اللعيبة ويزود الضغط عليهم مش بيقلل من قدر ولكن بتكلم ان هذه نقطة فيها مشكلة شوية عنده ما ينفعش يصرح بها للدرجات يعني